الموسم الحالي تعالوا نشوف أخبارنا ونشوف الأهلي نيوز روم فيها ايه النهاردة طيب خليني أقولكم طبعا بعد تأجيل مباراة الألميني ما حكوفوضنا لعب مع الألمينيوم بكرة في الكاسة المباراة بتاعة الأهلي مباراة الزمالك اتأجلوا لوجود طبعا عدد كبير أعتقد فيه تسعة من الأهلي في سكواد المنتخب في أربعة من الزمالك يعني قرروا أن هم يأجلوا المطشين بتاع الأهلي والزمالك احنا كنا نعب بكرة منتظر مع الألمينيوم وبرامات كمان ماتشو تأجل ميستر كولر قرر أن يدي راحل كل اللاعبين باستثناء طبعا لعبين الدولين اللي انضموا النهاردة للمعسكر المنتخب هنتكلم على المعسكر إن شاء الله لكن الجهاز الفني يعني قرر يدي أجازة للاعبين لغاية يوم الحد والجهاز الفني بالفعل ميستر كولر وجهاز المعاون سفروا طبعا دي لقطات من استقبال كابتن إبراهيم وكابتن حسام لعبي المنتخب الوطني اللي انضموا المعسكر النهاردة وعندي وقفة أكتر من وقفة الحقيقة مع قصة سحكات كتيرة أنا شخصيا تأكدت إنه أغلبها من الصحيح سواء فيما نوسب لكابتن حسام إنتوا عارفين إنه كابتن حسام مع عصبيته وانفعاله الشديد جدا شخص في منطقة طيبة الحقيقة أنا قابلته يعني كذا مرة شخص في الطبيعي بعيدا عن الملعب وبعيدا عن الكاميرات شخص هادي جدا ومحترم جدا يمكن في بعض الأوقات بيتعرض للاستفزازات معينة أو ممكن يبقى عنده مستوى من الثقة في أشخاص بعينهم أعلى من المطلوب فبالتالي بيتم في أوقات كتيرة جدا استفزازه ممكن تحريف تصريحاته ممكن لكن خلينا أقول لكم إنه أجواء المعسكر في بداياته كده مباشرة جدا وهتكلم طبعا نهاردة ضيفي الكابتن الكبير عدل طعيمة هنتكلم مع المنتخب مصر ومعسكره اللي بيبدأ النهاردة كولر مفترض يرجع للحد خلينا بس في أخبار أهلي كولر والجهاز الفني يرجعوا للحد يبدأوا إن شاء الله بإذن الله تمرين عودة للتدريبات مرة تانية بداية من يوم الاثنين المقبل طيب القصة فيها علاقة بإيه؟ ليها علاقة بمشوار الأهلي متبقي فيه دوري أنت سيزن ده فضلك دوري زي ما قلت لكم لو ابتديت إن شاء الله بإذن الله نص ستة فأنت بتتكلم على إنه أقل تقدير في نص ثمانية يعني ده إحنا لو يعني شهرين تقريبا عشان تلعب 19 ماتش 60 على 19 يعني تقريبا كل 3 يام ماتش إزاي مش عارف ولسه فيه ماتشات كاس ولسه فيه احتمالية لسه طبعا الخبر مش متأكد حاولنا على مدار اليومين اللي فاتوا إن إحنا نجيب خبر يقين فيما يتعلق بإقامة كاس السوبر اللي مفترض إنه بيعتبر بطولة محسوبة على الموسم اللي جاي يعني سوبر إفريقيا مش تابع الموسم ده سوبر إفريقيا محسوبة على الموسم القادر ولو رجعت بالتاريخ هتلاقي إنه معظم ماتشات سوبر الأفريقي كانت بتتلعب دايما في بداية الموسم الجديد يعني كان مفترض إن أهلي والزمالك الطبيعة مثلا يتقابله في شهر تسعة أو في شهر عشر اللي جاي لكن في بعض الأخبار بعض الأخبار لسه لم يتأكد بعد بس مش محدش ينقل عني معلومة أو خبر أنا بقول إن في بعض الأخبار بتقول إنه مخطط لكاس السوبر الإفريقي إنه يتلعب في شهر ستة اللي جاي ومن المؤكد إنه مش هتلعب في قارة إفريقي تاني مخطط إنه مباراة السوبر فيه احتمالية جبيرة قائمة إنه مباراة السوبر تتلعب في شهر يونيو القادم والأكيد إن السوبر ده لن تستضيفه أحد الدول الأفريقية غالبا هيكون في أحد دول الخليج اللي تقال إنه قبل كده الديل أو الاتفاق اللي تم بين اتحاد الأفريقي وبين السعودية كدولة منظمة يمتد إلى ثلاثة مواسم لكن برضو فيه خبر تاني بيقول إنه اتحاد الأفريقي تلقى عروض لاستضافة السوبر الأفريقي من دول أخرى إزاي هتتحل؟ لسه ما فيش حاجة أكيدة وده معناه كمان إنه إذا طلع الأهلي والزمالك لمواجهة سوبر أفريقي في شهر ستة ده معناه كمان إنه مزيد من المؤجلات تتكلم على إحلة صفر واستعداد ولعب مباراة سوبر ثم عودة مرة تانية فبتتكلم تقريبا عن على أقل على أقل سبع تمنت يام إن لم يكن عشر أيام قبل ما يفكر لعبة الأهلي والزمالك لأنهم يخشوا في الدول فده معناه أنه موسم ممتد وطويل جدا عن المركاتو بقى حدث سؤال حرك يعني أنت بتتكلم على النهاردة كل دوريات العالم تقريبا انتهت كل قندية العالم النهاردة بتتفاوض يا إما بيع يا إما شراء بتتكلم على موسم عندك هنا هيمتد لسه على أقل الشهرين كمان بتتكلم على مركاتو أنت كأهلي محتاجه في الصف اللي جاي عشان تدعم تراح انتر كونتينينتل فرصك فيها بإذن الله بإذن الله تكون كبيرة جدا أعتقد أن الأهلي مش محتاج عدد كبير يعني لما تيجي تتكلم أنت بتتكلم في صفقتين أو تلاتة تلات صفقات أعتقد هيكونوا مرضيين بس الأهم أن هما يكونوا صفقات من العارة التقيل والعارة التقيل مش معناها على فكرة بالمناسبة فلوس كتير عارة التقيل يعني لعيبة تحدث الفارق يعني لعيبة بالذات في المحترفين دايما براهن وجهة نظر يعني متواضع جدا 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 وخدها من هنا وطلعها من ناحية تانية مدام محترف يبقى موجود في الملعب يعني مدام لجأت اللعيب محترف مدام اخترت لعيب أجنبي ينضم الفريق ده معناه أنه ما يطلعش برا الملعب فأتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه الأهل يوفق في المركات ولو أنه مشي طبعا عكس الطيار ممكن يكون فيه بعض الملفات فتح تفاوت ممكن يكون فيه بعض الصفقات اللي تم الاتفاق عليها وعلى بنودها لكن حتى الآن طبعا ما فيش شيء رسمي أخدكم منتخب مصر الأول طبعا معسكر بتاع المنتخب ابتدى النهاردة 24 لعب انتظموا بالفعل فيه معسكر الفريق باستثناء اللعبين بس محمد صلاح ومحمد شريف صلاح ليفربول وشريف الخليج منتظر إن شاء الله يوصلوا يوم 1 يونيو يوم 29 مايو واحد هيكون صلاح 29 يوصل محمد شريف عشان طبعا معسكر المنتخب اللي بيستعد فيه لمواجهتين مهمين جدا 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 خلينا نفصل شوية يعني خلينا ننسى كل الحسابات كل المشاكل كل ما أثير في الفترة الأخيرة ما يتهيقليش فيه جهاز فني تولى مسؤولية تدريب المنتخب وبدأ بالظروف دي سواء من حيث التصريحات المتبدلة جهاز فني ولعبين سواء من حيث الاهتمام الإعلامي يعني مش لها يا سمي مش لها مصطلح تاني وهو اهتمام إعلامي كبير بتسليط الضوء على كل ما هو سلبي مرتبط بمنتخب مصر في نفس الوقت هتسألني ازاي هقول لك معرفش هو ده إحساسي أو انطبايا عن فترة التوايا على الرغم أنه إحساسي يعني كمان أنه كان فيه رغبة كبيرة جدا من أن حسام حسن ياخد فرصة يعني كلنا كنا متفقين ضبنيا أنه مع كل الأسماء اللي تولت مسؤولية المنتخب واللي ما حدش فيه حاجة تقريبا بصرف النظر عن تظلم أو ما تظلمش خد فرصة كاملة أو ما خدش لكن كان فيه إحساس أنه في أوقات كتيرة جدا هو ليه مش حسام حسن طب ليه ما نجربش ليه ما نلعبش اللعبة دي مع حسام حسن هو حسام حسن أقل من الأسماء اللي تولت في إيه ورغم الإحساس ده تحس دايما يعني تفكير جامعي تحس أنه الناس كلها متفق على ده ضبنيا إلا أنه منذ تم الإعلان عن تولي حسام حسن وكم كبير جدا من الصدمات وكم كبير جدا من التصريحات وكم كبير جدا من الشد والجذب وكم كبير جدا من التصريحات اللي بيتم تحريفها حالة توتر كده بصفوبة وانت رايح على تريزي جي طبعا واحد من اللعيبة المهمة جدا جدا ياسر طبعا واندوامه للمنتخب يعني فنتمنى التوفيق لمنتخبنا مطشين صعبين وأهمهم وأصعابهم بوركينا بوركينا على مستوى الكواليتي يمكن يكون أعلى منتخب في البطولة لكن عشان نكون منطقيين إذا ما كانش المنتخب المصري بجد والله يعني إذا كانش المنتخب المصري عنده القدرة أنه يفوز في كل مواجهاته في مرحلة تصفيات كاس العالم أنت لا أتواجه المغرب ولا السنغال ولا الجزائر ولا كوديفوار ولا نيجيريا ولا الكاميرون ولا غانا ولا تونس أعتقد هي دي المؤولة جنوب أفريقيا أعتقد هي دي المنتخبات اللي ممكن شوية تعمل لها حساب منهم ممكن كتير تعمل لهم حساب لكن في النهاية الطريق للمونديال سالك محدش يكلمنا آه مطشات صعبة يعني مطشات مهمة محتاجة كل الجدية محتاجة كل التركيز ده شيء مفوش شك لأن إحنا حريفة مطبط صناعية يعني إحنا مشوارنا في تصفيات كاس العالم ملعون ملعون يعني يعني في قصص وحكيات لو حكيتها للناس اللي ما عاشتهاش مش هتصدق إزاي المنتخب خرج من تصفيات كاس العالم لكن ما علينا نرجع ونقول إذا كنا إحنا راحين لكاس العالم بجد وعايزين نلعب في كاس العالم عشان يبقى طموحنا إن إحنا نطلع بتمثيل مشرف أو إن إحنا نكسب لنا ثلاثة بونت أو إن إحنا نتعدل مع منتخب كبير يبقى إحنا كلنا بنهزر بجد والله يبقى إحنا كلنا بنهزر أنا أملي كبير في منتخدنا الوطني الأول إنه يحسم التأهل وقصة التأهل بالنسبة لي مش تحدي التحدي هو إن شاء الله مع الوصول لكاس العالم إيه اللي يقدر منتخب مصر وده المفترض إنه اتحاد الكرة يكون بيفكر كده الجهاز الفني كابتن حسام يكون بيفكر وبيحضر لكده هدفه الأساسي لو لما نروح كاس العالم هنعمل إيه مش هدفه الأساسي إنه أتقاهل لكاس العالم متحيق لي واللي عيبة نفسها لو عندك فرصة كبيرة جد إنكم توصلوا كاس العالم لازم تسألوا نفسكم إنتوا راحين تعملوا إيه الفوارق كبيرة آه كبيرة لكن الفوارق الوحدة